أهلا بكم هو سعر صرف العملة الإيرانية إلى أدنى مستوياته على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي ليتجاوز حاجز المائة ألف ريال للدولار الواحد وربط اقتصاديون الانخفاضة بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق نووي وفرض عقوبات اقتصادية على طهران إضافة إلى دورها في تمويل جماعات إرهابية بهدف زعزعة استقرار المنطقة انهيار تاريخي للعملة الإيرانية سعر الصرف يهوي بشكل حاد ليتجاوز المائة ألف ريال مقابل الدولار الواحد وبذلك خسر الريال نصف قيمته مقابل الدولار خلال أربعة أشهر فقط بعد أن تخطى عتبة الخمسين ألفا للمرة الأولى في مارس الماضي ولم تفلح حينها وعود حكومة روحاني في إيقاف هذا التدهور وسط إقبال كبير من الإيرانيين على شراء الدولار خوفا من تأثير العقوبات كما أن التراجع غير المسبوق في سعر العملة الإيرانية جاء بعد أربعة أيام من تعيين عبد الناصر همتي محافظا جديدا للبنك المركزي الانهيار الاقتصادي ورجعه مراقبون إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وفرض العقوبات الأمريكية على طهران ورغم أن العقوبات لم تدخل حيز التنفيذ بعد بانتظار الدفعة الأولى في السادس من أغسطس القادم إلا أن بعض الشركات الكبرى قررت بالفعل إلغاء تعاملاتها مع طهران انهيار أسعار العملة المحلية وتافيره على الاقتصاد تسبب في حالة من الاحتقان لدى المواطن الإيراني لتبرز بين الحين والآخر مظاهرات واحتجاجات ضد سياسة تسبب التجويع في الداخل مقابل التمويل للخارج مراقبون يرون أن سياسات إيران التدخلية تحظى بأولوية لدى الحكومة التي تفضل الصرف بسخاء لتمويل جماعات وتنظيمات إرهابية مقابل زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة لكن طهران يبدو أنها لم تتوقع أن النيران التي تحاول إشعالها في المنطقة قد تطالها ولين شمان زميلة في قسم الاقتصاد ستنظم إلينا وتحدثنا تفاصيل أكثر لين مرحبا أهلا بك معنا في نشرة المساء الآن سأحدثك كضيفة في هذه النشرة قبل أن تكوني زميلة يعني بدنا نفهم أكثر لما نحكي أنه ريال الإيران ينخفض إلى أدنى مستوياته يعني ماذا نعني؟ هل القيود التي ستفرضها الملايات المتحدة ابتداء من أوجست هي قيود على إيران لشراء الدولار وبالتالي سيكون من الصعب ومن الأغلى على إيران الاستحواذ على ما نسمي بالعملة الصعبة إذا كانت العملة الصعبة إذا نقول عملة صعبة يعني خلينا نفهم إحنا أنت هلأ عم تحكي لناس ممكن غائبين عن تخصص الاقتصاد لما نقول عملة صعبة شو يعني؟ يعني بيصير من الصعب أو من الغالي جدا أن تستحوذي إذا ما عندك عملة صعبة من الغالي جدا أن تستحوذي على سلع مقومة بهذه العملة اللي هي مين للدولار هنا نتحدث عن دولار وبالتالي هذا الهبوط هبوط للريال الإيراني أمام الدولار المستويات القياسية المتدنية الأسوأ على الإطلاق يجعل يعني العملة التي يحملها الإيرانيون ما إلى إيمة وبالتالي ماذا يفعل الإيرانيون الآن؟ طبعا هناك حالة هلع يلجأون للذهب للشقق حتى الصغيرة لشراء السيارات حيالة شيء لحفظ العملة لحفظ القيمة يعني هي انعكسات هذا التأثير على المواطن يعني مثلا كمواطن إيراني كيف يعيش في عنده احتياجات أساسية شراء الخبز والماء والأكل مثلا حتى بهاي الأمور البسيطة رح يتأثر برضو حتى أسعار السلعة الرئيسية والأساسية تسجل ارتفاعات قوية جدا يعني حتى بأبسط مطاومات الحياة يعني البعض عنده يتخوف من عدم الإمكانية والتمكن لشراء الطعام والأساسيات وأيضا دفع الإيجار وما إلى هناك التجار من الصعب جدا عليهم أن يشتروا المستلزمات والمخزونات لتلبية الطلب وبالتالي هناك هذه يعني الغلاء القوي جدا في البلد يعني كمان سمعنا عن الاحتجاجات التي تمت بنهاية الشهر الماضي طيب لين يعني في مثل هكذا حالة يعني شو هي البداء الاقتصادي وقد ممكن تكون ناشحة فعلا وقد ليست يعني أقل توفر توفر يعني الأساسيات اللازمة الحكومة حاولت الحد من هذا الهبوط يعني لأن الهبوط هو يبدأ حتى قبل البدء بفرض هذه العقوبات لأنه ترقبا هي كلها expectations أو ترقبا لما سيحدث حكومة أولا قامت بمحاولة لتوفير العملة الصعبة للدولار للمستوردين وثانيا قامت بوضع حدود على استيراد بعض البضائع ولكن هذه الخطوتين يعني ما كان أبدا كان النتائج عكسية ورأينا هذه الارتفاعات بالأسعار تستمر بأن تسجل طيب لين بس نعرف منك بالآخر يعني شو اللي بتوقع الاقتصادين إذا قبل ما يصير العقوبات وتفرد عم بيصير هيك يعني ماذا بعد الوضع بحسب توقعات الاقتصادين وحتى عدة شركات قامت بخفض توقعاتها وتقييمها للاقتصاد الإيراني وحتى يقول البعض بأن الجولة الأولى من العقوبات كان الاقتصاد أمتن الآن الاقتصاد يعني يعتبر ضعيف جدا ليستطيع مقاومة والصمود بوجه هذه العقوبات ولا ننسى أنه أيضا الدفع الأخرى هي ستكون عقوبات على الإيرانية للنفط وبالتالي ستتأثر صادرات النفط الإيرانية وبالتالي ستتأثر أيضا العوائد النفطية والميزانية العامة للاقتصاد على كل حال أنا أنهي حديثي معك الآن كالين الضيفة لكن أنتخل إليك كالين الزميلة ومعك فقرة الاقتصاد هذا المساء شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك